الحقيقة انه تم انطلاق امس مهرجان التمور لهذا العام مستمر حتى 7 مارس الحقيقة التمور من اجمل واصح واقوى الحاجات اللي الانسانية كلها يعني اتصح صحته ومناسبة جميلة جدا خاصة ان احنا دلوقتي خلاص على مقربة شهر رمضان الكريم كل سنة وحضراتكم طيبين وبالف خير تقدروا ان انتوا تنزلوا وتشتروا طبعا التمور عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المهرجان واهمية يعني القيمة الغذائية للتمور بشكل عام ده من ضيفي الكريم الدكتور أشرف الفار امينة عام مهرجان التمور وامينة عام اتحاد العربي للتمور بجميع الدول العربية صباح الخير على حضرتك صباح النور وصباح الجمال على حضرتك وعلى كل المشاهدين الكرام صباح الفل على حضرتك مهرجان التمور هو دلوقتي في دورته التالتة نعم يا فاند ايه فكرة اقامة مهرجان للتمور الاول الحياة طبعا المهرجانات من اهم الوسائل التي تؤكد رواج المنتج الموجود في اي بلد واحنا في جمهورية مصر العربية بنتربع على عرش الانتاج على مستوى العالم بننتج ما يقرب من 1.8 مليون طن رقم واحد على مستوى العالم وده حاجة جميلة جدا جدا بنفخر بها جميعا كمصريين وده جزء من حقيقة ان مصر هي خزائن الارض لان مصر بتمثل رزيرفوار الامن الغذائي العربي والاقليمي والعالمي وطمر مهم جدا جدا انه بيسد الفجوة الغذائية العالمية لانه طعام معجز برب العالمين في كل الفوائد الصحية اللي محتاجها الانسان ما حالك قلتي صحته بتصحى وتقوى يمكن التمر مهم جدا جدا لحياتنا من اول الولادة ولادة الطفل لحد الشيخوخة كل المراحل دي كلها التمر ليه دور وده اللي هنركز عليه في المؤتمر العلم ان شاء الله النهاردة انا هنطلق من حالك الى المؤتمر العلم الكبير جدا جدا دولي يعني فيه ابحاث ودراسات معهولة فيه ابحاث ودراسات ويشارك معنا كوكما من العلماء من جمهور المصر العربية ومن خارج جمهور المصر العربية عشان ان احنا فعلا نوري المصريين ونوري العالم أهمية التمور لجودة حياة الإنسان طيب خلينا نتكلم الأول نقسم الحلقة شقين الشق الأولاني إيه فعاليات المهرجان حيك قلت فينا دوات يعني علمية وثقافية علشان خاطر معرفة بأهمية التمور وهل في بيع للتمور؟ أكيد يا فندم المهرجان معمول أولا يعني ليه هدفين رئيسيين أول واحد طبعا هو زيادة التبعوية بأهمية التمور لجودة حياة الإنسان وإن المصريين يستطيعوا أنهم يزوروا حديقة الأمم التاريخية الموجودة في وسط البلد أو في وسط القاهرة الكبرى ويشوفوا كل أنواع التمور اللي بتنتج في بلدهم وكمان أنواع التمور جاية من خارج مصر من الدول العربية المشاركة معنا الهدف الأصيل الثالث إن احنا نزود تصادرات جمهورة مصر العربية من التمور عشان كده احنا داعين كل الملحقين التجاريين والسفراء لكل السفرات للدول المعنية أو المستهدفة بوجود التمور المصرية والعربية داخلها الهدف الرئيسي الثاني والمهم جدا جدا نحن بتكلم على التمور كقيمة مضافة لجودة حياة الإنسان يعني التمور غير مرتبطة فقط بالشهر رمضان الكريم برغم من الحدث قبل شهر رمضان بس هو الموسم بتاعه في رمضان بس هو الموسم بتاعه إن احنا فعلا مهمتنا هنا نحن بنزود توعوية المجتمع أو قلت حاليك إن التمور مهمة من ساعة الولادة لحد الشيخوخة فاحنا بنوري العالم أهمية التمور إيه وكذلك أيضا بنناقش حاجة مهمة جدا جدا هي التغيرات الملاخية تغيرات الملاخية ليها أثار طبعا هم بتتكلم على الزراعة على الزراعة احنا مصر أكبر بلد فيها عدد ممكن من التمور المسمرة يعني دينا تقريبا لوقتي يقرب من 22 مليون نخلة ودي بتديني إنتاج من 1 أولية من 10 ل 2 مليون طن فأنا محتاج أحافظ على هذه الصروة دي صروة قومية للجمهورة العربية فاحنا بنناقش مع كوكبا العلماء اللي جهين من مصر ومن خارج مصر التغيرات الملاخية كفرص وتحديات إيه الفرص وإيه التحديات وإزاي أنا جابي هذه التحديات وأحضر نفسي ليها قبل ما نقع في مشكلة معاية طيب المهرجان هيخلص يوم 7 مارس المهرجان ممتد من 1 ل 7 مارس طيب يدر المواطن يروح يشري ويتفرد في الأرمان من الساعة كامل الساعة كامل موجود من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 11 بالليل هايل ده الحقيقة في الكثير من الفعاليات اللي بتهم كل أفراد الأسرة هنلاقي في رسومة في رسمة مسابقات رسمة هنلاقي في مسابقات فنية هنلاقي في تنورة المصرية كلهم إيه ده فعلا؟ هنلاقي في مسرح هنلاقي في تزوق لكل أنواع التمور يعني كل العرضين بيعملوا تزوق مجانا لكل أنواع التمور تشوف حاجات مش ممتازش في حياتك الدول المشاركة في هذا المهرجان الدول المشاركة طبعا أولها طبعا جميلة باس العربية رقم واحد هي الدولة المستطيفة كمان هي الدولة المضيفة عندنا فيه جاي من الأردن فيه جاي من ليبيا فيه جاي من السعودية فيه جاي من تونس من خلال شراكات أو تواجد رسمي الحقيقة طبعا فيه تواجد عربي قوي جدا جدا في المهرجان نحن نسميها هو أرش عربي فعلي للتمور وجاهزة محالك قلتي قبل شهر رمضان المبارك ليعزز هذا القطاع وهذه الصناعة طيب دا خليني أخذ حضرك في سؤال قبل ما نروح للقيمة الغذائية للتمرة هل الاهتمام بالتمور ومعرفة القيمة الغذائية للتمرة من الدول العربية فقط ولا أيضا أوروبا والدول الخارجية وآسيا عارفين ده عشان ده ممكن يزود الصادرات أنا سؤالي ليه أكيد فعلي شوف حالك هو سلاسل بنسميها الفاليو تشين إلا عشان أنتج الطمر سلاسل معقدة وقوية جدا جدا وبتستهلك وقت كتير جدا بس أهم جزء فعلا عشان المنتج بتاعي يصل للمستهلك النهاية موضوع التسويق وموضوع الدراية زي محالك قلتي أهميته إيه يعني ليه هاكل طمر لماذا الطمور فدي الوظيفة بتاعتنا إحنا يعني كمسوقين أو كعلماء إن إحنا فعلا نوري للعالم كله أهمية الطمر إيه لجودة حياة الإنسان أصلي الأجانب لو بيجوا مصر بياخدوها من مبدأ اللي هو حاجة تراثية نعم فيكلوا ويستطعموه وخلاص ولا هم عندهم ده عارفين بدا شوف حالك فيه أبحاث علمية موجودة في مصر وأبحاث علمية موجودة في كل أنحاء العالم عن أهمية الطمور ولكن الطمور في حد ذاتها لم تكن حقها من البحث العلمي آي وما ده حاجة ده طعام معجز من رب العالمين وزي أقول حالك أنه على كل فئات الشعب من أول الولادة لحد الشيخوخة فيه فوائد كثيرة جداً وعظيمة للطمور فدرنا إحنا أن إحنا فعلاً نوري العالم أهمية الطمور على صحته على جودة حياة إيه أهمية الطمور حيث استخدمت لفظ معجز كذا مر لماذا هو معجز لندلة حيخذنا بقى للجزء التاني من الحلقة أهمية الطمور الصحتي منذ الولادة حيث قلت لغاية الشيخوخة أقول حالك على حاجة فيه سنة كانت جميلة جداً جداً منذ الولادة يمكن إحنا بنتكلم حاجة نسميها ثقافة التحنيك يعني إيه التحنيك؟ دي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى بمعنى أن الطفل عندما يولد أول حاجة بعملها أن أنا بحنك الطفل اللي هو حلقة الطفل بطمرة طمرة رطبة الأم أو الأب بيأكل الطمرة ويحطها في حنك الطفل أو في فم الطفل بأحد إصبعيه لماذا؟ إحنا بنشوف حرارتك من ناحية الطبية أن فيه أطفال كتيرة جداً بيولاده ويموتوا في خلال نص ساعة من الولادة لأن الطفل لو السكر في الدم قل عن عشرين بيتعرض للأسف نحن نفقد أعزاء الطفل الحاجة الثانية لو البرودة قلت أو درجة الحرارة ممكن الطفل فعلاً يفقد فالتحنيك دي يعتبر من الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة والإعجاز العلمي في القرآن الكريم كثير جداً جداً في هذا المجال فبنكلم مع أول حاجة شوح لديك من أول إيه؟ من أول الولادة يبقى ثقافة التحليق بعد كده الطمر وصحة الطفل إحنا الطفل ممكن يديره منقوع الطمر يعني إيه الأمراض اللي ممكن يقيم منها الطمر؟ شوح لديك هم نتكلم على الطمر الطمر والزهايمر نتكلم على الطمر والضغط نتكلم على الطمر والسكري نتكلم على الضغط والسكاتات الدماغية نتكلم على الضغط وصحة القلب نتكلم على الطمر وأهميته في تقديل الكوليسترول في الدم الطمر وعلاج الأنمية الحد عند السيدات وعند الأطفال وعند عموم الشعب منكلم على الطمر وأهميته للصحة العامة أهميته للضغط اللي احتباعه على كمية كبيرة من الموتاسية هاي قلت لي قبل الحلقة ألزهايمر ألزهايمر طبعا بيقن بألزهايمر لأن الطمر فيه مضادات أكسادة فلافينويد وكاروتونويد ودي مثبتة بالأبحاث العالمية هذه المضادات الأكسادة وفيه كمية بوتاسية كبيرة جدا جدا بتخلي خلايا المخ صحيحة وتقدر تعيش أكبر فترات عمرها من غير أي فقدان للنسيان اللي أحمد سيما قال زعيمر طيب هو مرتبط عندنا أنه دايما التمور مرتبطة بارتفاع الكالوريز والسمنة يعني فيه وده سليم لأنه الكثير منه أنه سكرياته عالية نعم أصحح الصورة دي إزاي وإيه الكمية المناسبة اللي تخليني أصل للنتيجة اللي حاليك قلت عليها اللي هي الوقاية من الأمراض وما خشش في منطقة السمنة أو الكالوريز العالية شوف حضرتك التمور طبعا فيها ميزة قوية جدا إنه فيها فايبر والفايبر ده بيقلل بيخلي كمية السكر الموجودة فيها يحصل فيها ساستيند ريليز يعني إيه ساستيند ريليز إنها بتطلع بكميات قليلة على مساحات أو مسافات متبعدة فكده عشان كده إحنا عندنا في الناحية الطبية إن الجليساميك أندكس بالنسبة للتمور هو أقلي بكتير جدا إيه أندكس؟ الجليساميك أندكس اللي هو اللي هو معدل ارتفاع السكر في الدم بعد أي وجبة أما تأكل حاجة معينة الجليساميك أندكس بتاعيك معدل ارتفاع السكر الشوتينج للسكر في الدم بيكون قيمته قد إيه الطمر من 40% لـ 50% لكن لو قارنته بالسكروز سكر الأبيض 90% أو 70-80% فأخذ كم طمرة في اليوم وتوقيتها؟ أنت تكلمي الطمر في اليوم أنا بتكلم على 3 طمرات من 3 لـ 5 طمرات في اليوم جيد جدا جدا لجوزة حياة الإحسان هل تبقى ممكن تبقى سناكس مثلا في وسط الوجبات ولا أخذها على فترات متقطعة؟ على فترات متقطعة سناكس في وسط الوجبات الطمر اللي تدخل في أكتر من ألف واجبة غزائية يعني ممكن أعمل بيرجر بالطعم ممكن أعمل شيش طابوك بالطمر ممكن أعمل الأرش بتاعي في البيت بدلا ما أعمل الكابسة بالزبيب أحط عليه طمر شرائح طمر ففكرة جديدة هو للسيدات المصرية سيدات البيت ربات البيوت حطوا الطمر في البيوت حطيه في المطبخ عمليه شرائح عمليه عصير عمليه عسل اخلطيه في أكلك وهي دي طعم حل بالضبط كده وفايدة غزائية مرتفعة جدا وعالية أنا بقول الطمر دايما موجود طبق طمر موجود في البيت دائما أن كل أطفالنا وكل سيداتنا وكل فتياتنا بيعدوا عليه رايحين جايين بيأكلوا طمر فدوة طعام غزائي مهم جدا جدا وفي نفس الوقت معجز في سؤال جايلي من الكنترول فضال إزاي أخلط الطمر بالرز أو أخلطه بالبرجر أعمله إزاي يعني أحطه مش فيه حاليك السويتان ساور أنا بعمله شرائح طمر وحطه على الرز بيبقى طعمه جميل جدا جدا أو إزاي بحط الزريب أشوحه مثلا كده بتشوحيه في سامنة بلدي تعارفة فيه طعام مهم جدا في مصر اللي هو الطمر مع البيض مع السامنة البلدي ده بيعمله كده مخفوق طمر مع بيض مع سامنة بلدي ده كان موجود دايما في الريف المصري في الأماكن الشعبية أعم وده يعد واجبة غزائية متكملة بمعنى الكلمة أنا مش محتاج أخذ حاجة بعد كده ده واجبة غزائية بتعطي طاقة عالية جدا جدا لأن أنا حطيت بروتين في البيض والطمر فيه كل يعني كل المضافات الغزائية والمكملات الغزائية المحتاجة هلقى فيه ماغنيسيوم هلقى فيه ألياف هلقى فيه بوتاسيوم هلقى فيه كالسيوم هلقى فيه سيلينيوم أو منجم متكامل لجل المعادل ممكن يديني الأطفال بقى يعني الأطفال نحضر دك نسبة الزكاء يعني وجدوا بالأبحاث العلمية الزكاء مع الأطفال الذين يتناولون الطمور لو قلنت يوم الأطفال بدا ما أدي الأطفال لسناكس أو أديهم شوكلت بكميات سكر عالية جدا جدا أنا أدي له الطمر ده فيه قيم غزائية مختلفة وقيم غزائية يعني مختلفة ومتعددة بحيث أنه دايما يأكل الطمر معمول يأكل الطمر بالمكسرات الطمر بالشوكلت الطمر بالوعد شوكلت الدركل شوكلت أسأكلها هي الثمرة تفيه سؤال برضو الطمر ده حريك قلتلي أنه آخر مرحلة من البلح نعم هل حسميها التخمير ولا السوء هل البلح لو أنا لكلتها هتدي نفس قيمة الطمر أكيد شوف حضرتك البلح الدروعي الدروعي هو الطمر ده الجاف عندنا البلح ثلاث أنواع إما جاف أو نصف جاف أو رطب حسب كمية المية الموجودة فيه فأنا بأكلم الطمره آخر مرحلة من المراحل النطج أو اكتمال البلح الطمره دي بيكون فيها نسب مركزة من السكريات ونسب مركزة من المعادل نسب مركزة من الأملح بتكون مركزة جدا جدا لم ينزعت منها كمية المية الموجودة فيها مفيدة عشان بنزع المية أو مش مفيدة نزع المية وتديني فترة ستوريج فترة أن أنا بحفظها الفترات طويلة من غير تلاجات لأ أنا أصد أن أنا لما أخدها جفة المياة دي مفيدة للجسم المياة مفيدة أي نعم بس حاليك إلاتي هو البلح خلاص آخر مرحلة وصل مرحلة الايه الاستواء الاستواء سواء التام للبلح أبن ساميه مرحلة التمر أنا بشكر حضرتك كتير جدا وأنا هجي مهرجان للتمور أجيب بلح أو تمور أجيب تمور مش هلاقي البلح مش هلاقي المراحل الأولى هلاقي المراحل الأخيرة من البلح آخر حاجة بس قبل ما نقفل إحنا في المؤتمر المهرجان بنرعى ستار ترابس يعني مجموعة من الشباب بيكونوا عاملين فعلا شركات جديدة وأفكار متعددة ومتنوع في مجال التمور وهم عرضين مشروب طاقة ده بيوازي مشروب الطاقة الموجود في السوق وأقلهم كلفة وأقلهم ضرر مشروب طاقة ده عبارة عن مشروب طاقة لطمر مع اللبن معمول بالطريقة زاكية جدا وجميلة جدا أنا بدعو كل شبابنا بدعو كل فتياتنا بدعو كل نساءنا كل طبقات المجتمع إنهم ييجوا من المهرجان ويشوفوا الحاجات الجديدة الموجودة إيه ويعززوا استخدام التمور في منازلهم وفي بيوتهم مع أولادهم طول الوقت أنا بشكر حضرتك طبعا الدكتور أشف الفار طبعا الأمين العام لمهرجان التمور وأيضا أمين عام اتحاد العربي للتمور بجامعة الدول العربية وبدعو من كلام حضرتك بدعو بقى السادة المشاهدين جميعا واللي شايفنا ويبلغ اللي مش شايفنا إنه ده هتبقى رحلة لطيفة جدا أنت عندك جمعة وسبت ويك أنت فتقدر أنك إنت تروح مهرجان التمور مستمرة حتى يوم السبعة مارس في حديقة الأرمان موجود من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 11 مساء تقدروا أنك إنتوا تروحوا تشوفوا هناك الأنشطة المختلفة وتشتروا التمور لأنه لي قيمة غذائية كبيرة جدا جدا جدا